وأقلم بك معي يا صديقي في الدرس الثالث من سلسلة هتصمم ببساطة من أسوأ الحاجات التي تحدث في فتاسمماتك هو أنه عندما يجي لك كلام كثير من عميل يريد أن يعمل ديزاين احترافي ما تبقاش عارف إزاي تبدأ تنسأ الكلام الكثير ده بشكل سيمبل ما يعملش معاك تزاحهم بصر وفي الحالة دي بتبدأ ترجع للعميل وتبدأ تقول له باشا عايزين نقلل الكلام شوائي ولما تجي ترجع تاني تلاقي الموضوع ما زبطش تبدأ ترجع له تاني باشا 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 وللأسف أحيانا مش بيقدر أن يحسف أي حاجة من الكلام ده لأنه بيكون كلام مهم فتعال بقى هابدأ أقولك إزاي لو استلمت بريف يكون فيه كلام كتير جدا إزاي تبدأ تنسأه في الديزاين احترافي بشكل بسيط ومريخ للعين تماما فبس قبل ما أخذك عليك ما تنساش ان اقتصال على النبي وتشترك علشان الحلقاتك جهة ما تفتكش ويلا بينا نخش على الشرع طيب في البداية خلنا نفهمك يعني إيه بريف عشان الناس اللي مش فاهمها بصة سيدي موضوع بسيط يعني أنا عايزك لما تبقى مش فاهم حاجة ما تتكسفش انك تسأل ولو اتكسفت انك تسأل ابدأ خش على جوجل وابدأ اكتب له بريف تصميم عادي أي يبدأ يجاب لك حاجات هتفهم منها يعني إيه بريف طيب يعني إيه بريف كده ببساطة البريف هو عبارة عن أن بيوصلك صورة أو ملف من عميل بيبدأ يقول لك رسالة التصميم اللي هو محتاجة يعني هو بيبدأ يحط تخيل كده للتصميم اللي هو عايزه وخطوات معينة وانت بتبدأ تاخد الخطوات دي تعمل منها تصميم بيبدأ يحط لك الهيدلاين الهيدلاين ده اللي هو الجملة اللي هتتحط في الديزاين او الكلام اللي هيتكتب على سبيل المثال زي مثلا كلمة خصومات الصيف لسة مكملة خاصة 20% على الصيام هو بيبدأ يحط لك كل الخطوات دي وانت بتبدأ تشوف وتستلهم يا معلم وتبدأ تشتغل ده البريف يعني كأنه بيبعث لك لسلوات سابه موضوع بسيط يعني بس احنا بنحب ايه نحن نكشها شويتين ونبدأ نقول بريف بقى وكلام بقى فهي ما انت عشان نبدأ ان احنا جمدين جدا المهم يا سيدي احنا كده الموضوع ببساطة تمام احنا على سبيل المثال خلاص هنقول ان احنا وصل لنا بريف واحنا موصلنا لش بريف والحاجة احنا نقول ان احنا وصلنا الكلام ده والكلام ده فيه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمامية تمن كلمات المفروض ان احنا عايزين ننساقهم بشكل حقا وعايزين نقول ان العربية في مصر او المركز الصياني ضد في مصر ونحط بقى المعالم المصرية والشغل العالي والدامج والحركات فالله بنبقى نخش سريعا كفية كلام صلى على النبي بس الاول تعال نفتح الفوتشوب ونشوف هنعمل ايه طيب هنبدأ نشتغل المقاس ده هو ان انا هبدأ اروح معاك على ادوبستوك او شطرستوك او ايا كان وحملت شوية الصور اللي قدامك دول منهم مثلا شغل الصحراء تمام وجيبت صورة العربية الكالي السبرتاج اللي هي دي تمام وشوية حركات كده فانت علشان تبدأ تلاقي كل الكلام ده غالبا انا ما كتبتش غير جملتين الجملة الاولى اللي هي كلمة صحراء بس انا طبعا على ادوبستوك هتلاقي معظم الصور اللي انا اشتغلت منها قدامك على طول ما اخدتش وقت كبيرة في مرحلة السيرش تمام ببتديت اخدش صور من دول وده مكتوب مع بعض في الله بينا اول صورة معايا هتكون الصورة ده هبدأ شدها معايا بالشكل ده وهبدأ اخلي الجزء بتاع الصحراء يكون مالي معايا ديزاين لحد الاخر شمروي مين حلو؟ كلام بسيط طيب المفروض ان احنا عايزين نحط جزء كده من طريق اسفلت يعني علشان ببقاشر موضوع الصحراء بس لو انت عايز تخليه صحراء براحتك ولكن انا حبيت احط لمسة جمالية كده مش اكتر ولا اقل فوانا على ادو بستوك عادي بتبدأ تكتب طريق بالشكل ده وهتاخد اي طريق عادي جدا بالشكل اللي قدامك ده وهتبدأ تدمجه يعني انا مسلا خدت الشكل ده اهو هبدأ اشده معايا على الديزاين بتاعي اهو وهبدأ اخلي الاتنين يكونوا فوق بعض بالشكل ده ركز معايا في الجزء اللي جايدا انا هعمل عشان ابدأ اعكس المسك بعد كده هبدأ اجيب البراش تول وهبدأ اضم النقطتين دولة على بعد كده بالشكل ده وهختار البراش الخفيفة اهو تمام وهبدأ اصغر الشوية مش كتير اهو وهبدأ من فوق هنا هقلل الفلو شوية وهبدأ بص بقى خلي المربع ده يكون ابيض اهو وهبدأ بص كده علشان ابدأ اظهر بعض من اجزاء الطريق اللي هو الاسفلت اهو فيبقى مدمج مع الصحراء بالشكل ده اهو بص اهو كلام بسيط ها بسيط جدا يعني بعملي بقى سليكت على الجزء ده تمام وقفل على اللير بتاعته اللي تحت دي واعمل كليك كيمين بعد كده اروح عند السليكت المربع اعمل كليك كيمين طب ليه علشان اخلي الجزء ده في اللير اللي واحده يا احتكتو يا ما احتكتوش على حصل هبدأ بعد كده اجيب صورة العربية بالشكل ده وهقصها وهاخد الشادو معي يعني انا هقص العربية من فوق عادي جدا وهاخد اللير بتاعت الشادو طب ليه علشان اللير اللي تحت دي بمجرد ما روحت هنا كده وعمل عادي واللير بتاعت الشادو بالشكل ده. موضوع بسيط جدا. تمام? اهو. وهبدأ اعملهم كنترول جي علشان يبقوا في مع بعض. زي الفل. بعد كده هنبدأ نروح لشكل الاهرامات ده. وهبدأ اشده معي. اهو. في الجنب الشمال كده. اهو. وهبدأ ادمجه مع الارضية. طبعا لازم يكون بتاعته تحت بالشكل ده. وهنبدأ ندمج فيه. كبر شويتين. اهو. زي الفل. طيب. لو جيت بسيت كده هتلاقي ان الارضية بتاعت اخر الرملة بتاعت الهرم بيضة والارضية لتحت دي لونها مغمئ شويتين. طيب احنا هنبدأ نعمل على اللير بتاعت الهرم وهنبدأ نجيب هنقلل شوية وهنخلى المربع ان يكون اسود وهنبدأ نحزف في الابيض ده خفيف ولكن قلل الفلو هنا بقى شويتين اهو. يعني اللي هو هتحاول تدمج ما بين الاتنين بدون اي مشكلة اهو بالشكل البسيط جدا جدا ده. طيب كلام محترم اول. عايزين نحط السماء بتاعتنا علشان نبقى شايفين بس احنا بنعمل ايه? السماء بتاعت الطريق دي حاسيت ان هي حلوة يعني احنا ممكن نستخدمها عادي فهبدأ شدها وهبدأ خليها طبعا تبقى اخر لير تحت. اهو بالشكل ده. وهرفع ده لفوق وهنزل طبعا علشان ما بينش الطريق خالص. وممكن نبدأ نشدها كده شمل ويمين علشان الجزء دي يبين. طيب لو ركزت هنا في العربية هتلاقي ان في اضاءة موجودة في الجزء ده بتاع العربية. تمام? ده موجود اصلا في الصورة الاصلية. فاحنا عايزين نخلي الضوء ده يكون يعني في نفس اتجاه الضوء اللي هنا. فاهم فانا بحاول اقرب الضوء من بعضه كأنه عمل انعكاس. فهمتني? عشان بس الموضوع مبقاش ايه? عشوائي شويتين. اهو. زي الفول. كلام جميل قوي. وهنبدأ بقى نحط هنا شغل من اللي هو الحاجات اللي هي بتبقى ايه? يعني على سبيل المسال انا اخترت الصورة دي هناخد الشغل بتاع الجبال ده علشان يدينا شكل حلو. فهبدأ اشده معي اهو. صغر شوية. وابدأ ايه? بيّن عادي الجزء الاخضر ده. اهو. بالشكلة برضو ده. طبعا السمن موجودة هنبدأ نجيب الماجيك تول. سبت ايدك على شفت وابدأ كده لحد ما تعمل على كله. كليك مين? عشان يبقى معاك بس الشغل ده. بص هتحس ان الموضوع ادى لك ابعاد بشكل حب. لان الجبال اللي احنا جايبينها فيها ضباب والضباب ده بيديك نوع او احساس ان الحاجة ده بعيدة. كل ما بتبعت كل ما بيكون عليها ضباب بالشكل الموجود ده. طبعا احنا عايزين نقول ان الاهرامات هنا قريبة شوية فاحنا مش هنعمل عليها شغل للضباب ده خالص. اهو. بس طبعا مش هنقبرها قوي. طيب السما هنا بقى هنبدأ نقف على بتاعتها. اهو بالشكل ده. وهنبدأ نقلل علشان نقلل الزرقان الموجود ده شويتين. وهنبدأ نعمل اوكي. بعد كده هنعمل فوقها. وهنبدأ نجيب اداة وهختار المربع ده. هبدأ دوس على لون السمع عشان ااخده معي. وهبدأ اغمق فيه بالشكل ده. بعد كده هبدأ اغمق في الجزء اللي على اليمين ده. اهو بالشكل ده. مسلا وممكن نغير هنا عادي. ولو غمقت قوي ممكن نقلل. وبس دي سنة صغيرة بالشكل اللذيذ قوي ده. طيب خلينا نقف على بتاعت الطريق. اللي هو هيكون دي. وهبدأ اقف على الجزء اللي على الشمال ده. وهنعمل كنترول ام. وبعد كده هبدأ ارفع في الكيرف ده شوية بص. علشان احاول اخلي الطريق يكون ايه? شكله افتح من الجزء الغامق الموجود. او الضلمة الموجودة. برضو هنقف على نفس اللير بتاعت الارض. بتاعت السحرة. وهنبدأ برضو نعلي في الكيرف ده شويتين بالشكل ده. كلام محترم. عايزين نزبط الارض هنا شوية بتاعت الاسفلت. يعني انا هقف على اللير بتاعت المسك المرادي اهو. وهبدأ بالبراش تول. اخلي المربع هنا المرادي يكون اسود. وهبدأ ايه خفيف جدا كده. هقلل من الاسفلت. او نزود يعني على حسب. او خلينا مسلا ايه? نكمل كده اهو. كأن ايه? هو طريق اصلا اسفلت. وكأن ايه? الطراب دخل في قلبي يعني بالشكل ده. ومن ورا. في الجزء اللي ورا ده هنبدأ نظهر اهو الصحرة شويتين. اهو. حلو. اوي 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 بالشكل ده. انزل بس بالعربية دي شويتين اللي تحت. اهو. ممكن نقبر فيها عادي جدا اهو. بص انت هتحس ان انت ما عملتش حاجة ولكن الديزاين تحس ان هو بقى شكله حلو اصلا. يعني انا لسه ما عملناش اي حاجة تقريبا. طيب تعال نكتب الكلام بتاعنا علشان ابدأ اقول لك بتنسأه ازاي? بص بقى معظم البرندات بينسأه بنفس الطريقة اللي انا هنسأها معاك دلوقت. ايه بقى اللي بيتم? هنبدأ ان نروح للكلام كده? خصومات الصيف لسه مكملة. تلات كلمات دول يجو فوق بعض. ما يجوش جنب بعض. يعني انت دلوقتي لو مسكتهم كده خليتهم سطر واحد هيبقوا شكلهم وحش جدا. فانا هبدأ ااخد اول كلمة اللي هي جملة اهو. وهبدأ طبعا اكتبها معاك بالشكل ده. وهبدأ اختار الفونت غالبا الرسمي لكل برندات مصر. اللي هو الفونت ده اللي هو ال جي اي اس اس بالشكل ده. وهبدأ اختار الابيض واختار البولد طبعا لان احنا نتكلم عن خصومات. تمام? اتفقنا? طيب ركز معي. هبدأ اخد كده علشان ابدأ امسك كلمة الصيف لوحدها اهو بالشكل ده. ركز بقى. لما تيجي تبص هنا خلي اخر الكلام يكون ماشي على مصطرة واحدة بالشكل ده. وهتبدأ تعمل حاجة اسمها كاشيدة اللي هو انا بقف بعد حرف الياء وببدأ اثبت ايدي على طبعا بعد ما خلاص عربت وهكتب بالعربي وهبدأ ادوس على حرف التق بالعربي او الجاي بالانجليش اهو. ده بيعمل حاجة اسمها كاشيدة اللي هو بيخلي الكلمة تبقى طويلة. يبقى انا كده مركز ان الجملة اخرها مقفول من على الشمال زي بعضها. وبدأ من عليمين زي بعضها. ده بيعمل تنسيق مريح للعين. بعكس انك تخلي لكلمة خصومات كده. وجنبها كلمة الصيف كده. وبعدها مش عارف ايه كده. انت كده بتشتت العين بشكل مش طبيعي. تمام? لكن لما تخلي الاتنين تحت بعض انت كده بتسهلها على العين ان هي تقرأ بسرعة. بسرعة. ما بتدلهاش وقت ان هي تبدأ تروح شمال ويمين. خصوصا ان الديزاينات اللي شبه دي بتبقى موجودة على الطرق السريعة. فالشخص اللي سايق ما عندهش وقت ان هو يبدأ يبص على توزيعات الكلام بتاعك والشغل الكبير اللي انت بتعمله. حاول تفهم الحاجات البسيطة دي. طبعا? يبقى كده خصومات الصيف. الجملتين دول مهمين جدا. لازم ان يبقوا لوحدهم. لسه مكملة دي جملة لوحدها. هتبدأ تتحط مع بعض كده بالشكل ده. وهنبدأ نصغر فيها مثلا كده 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 كده. زي الفول. وهنبدأ نعمل الموضوع اللي قلت لك عليه. اللي هو كده 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 كده. طيب احنا هنحاول نخلي الجملة دي تكون يعني ايه يعني تكون الحجم بتاعها ارفع شوية. تمام? لانها مش الجملة المهمة معنا. احنا عايزين نخلي المهمة في الموضوع هي كلمة خصومات الصيف. ولسه مكملة دي علشان الموضوع ما يكونش يعني انا لما بخلي التلاتة بتحس ان العين برضو مش مرتاحة قوي لان كلام كله تخين. لكن لما بتعمله فاصل بحاجة رفيعة شوية بتبدأ تريح على عينه شويتين بالشكل ده. طيب انا هبدأ اشير الخطوط دي مش محتاجة خلاص. تمام? خلاص عملت كده وزبطت المسافات. هبدأ اجيب خط زي ده. وهبدأ افصل بخط ابيض عادي جدا. اهو. بين الكلام. وهبدأ امسك اول جملة دي. هسبت ايده على قلت. وهسحب كده علشان اعمل كوب. تمام? هنا هبدأ اكتب. هنرجع كده. خصم عشرين في المية. طيب المفروض ان كلمة عشرين في المية هنا تبقى هي الكبيرة بقى في الموضوع. لان دي مهمة. فانا هبدأ اخليها اهو. بخط برضو يكون بولد شوية. هبدأ اكبرها شويتين بالشكل ده. يعني هخليها مسلا في النص بالزبط. وبعد كده هبدأ ااخد كلمة خصم بالخط الرفاية اللي هو ده. اللي هو خصم وهبدأ اطول شوية بالشكل ده. وهاجي هنا كده هصغر الجملة دي. لان المهمة معي كلمة عشرين في المية هي اللي هتكذب العين. وهبدأ اكتب على الصيانة بالشكل ده. وهتأكد ان انا عامل نفس الموضوع بالشكل البسيط جدا جدا ده. طيب همسك التلاتة مع بعض. وهتأكد تماما ان هم دول ادي دول بالشكل البسيط جدا ده. لما تيجي تبص كده هتلاقي ان الكلام شكله حلو ومتنسق بشكل رائع. اوي اوي اوي. طيب هنعمل حركة بسيطة كده صغلنا. هخلي بس الاتنين دول يكونوا ماشيين مع بعض كده بالشكل اللذيذ ده. هبدأ اجيب المربع العادي جدا ده. هخلي اللون بتاعي يكون القحل شويتين. وهنزل تحت خالص. تحت الكلام خالص. هبدأ افرد. بس خلينا نبدأ نخلي الرقم ده سفر علشان يدين مربع حاد. ما يكونش فيه في الاخر اهو. بالشكل ده. وهعمل ماسك عليه وهبدأ اجيب اداة وهسحب كده من اليميل للشمال علشان اخليه بقى تقيل من على الشمال وجاي على ما فيش اهو. وهبدأ اخف الوباسيتي بتاعته. انا بس عايز حاجة كده بسيطة لمسة لمسة صغيرة لا تذكر يعني. وهبدأ امسكها برضه اقررها في نفس الموضوع واطولها شوية اهو. فلما تيجي تبص كده هتلاقي ان الكلام شكله تحفر. طب يمسك لي كل الكلام واعملهولي في جروب اهو اهو. كنترول هنا بقى تبدأ تكبر فيهم تصغر زي ما انت عايز. طب المفروض ان احنا نغمق شوية نغمق شوية ورا الكلام يعني انا هبدأ امسك الجزء اللي انا غمقت به وهعلي الوباسيتي فيه شوية علشان يغمق لي بس ورا الكلام بالشكل التحفة اوي 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 ده. اهو. وهنا نقدر نتحرك بالكلام علشان يبقى واضح ما فيهوش اي مشكلة على الاطلاط. زي الفول. تمام? عايزين بقى نحط شوية حاجات جمالية برضو اكتر. تزبط معي الشكل اكتر زي مسلا على سبيل المسال لو رجعت للصور هتلاقي معي مسلا شجر زي ده. الحاجات دي هتلاقي نسيب عليك باني جيبتي دي شكل حلو بقى ايه? اعرفك دلوقتي ازاي? يعني انا مسلا هاخد اول شكل زي الشكل ده. هعمل عليه سلكت كنترول جاي علشان اخد كوبي. وهبدأ اخدها معي على الدزاين. اخليها تبقى اول لير فوق خلص. وهبدأ مسلا احكسها اهو. عشان اخد الجنب القصير مش الطويل او اللي يبقى رامع على الدزاين بتاعي. وهبدأ ارجع تاني هاخد مسلا هقف على اللير الاصلية وهبدأ اعمل على الحجارة. مسلا بالشكل ده اخد كوبي برضو اهو. وهبدأ اخليه في نفس الموضوع ولكن هيبقى وراها بقى يعني بالشكل ده. وهبدأ ايه? اخد بس الحجر البسيط ده علشان يديني شكل كده في الحتة دي. تمام. لو مسكنا اللي اتنين يعني الليرين دول اهو. عملناهم ميرج بكنترول اي. وابتدينا نروح عند فلتر وعملنا على اول اهو. هنبدأ نعمل كده بالشكل البسيط ده. وبعد كده علشان نفتح لك قيمة وتبدأ تغمق هنا في الجزء ده. فبص كده بقى الاتنين مع بعض هيدوك شكل جمالي حيل جدا اهو بالشكل ده. هنبدأ نرجع ناخد وهنبدأ نقص كده منها سريعا يعني اهو اللي هو السماء. هدوس على وهاجي برضو في الرملة كده. وهبدأ اعمل بعد كده هنبدأ ناخد الشكل ده لوحده اهو علشان يبقى لوحده من غير الحاجات اللي على اليمين دي. وهبدأ اشد معي على هخلي دي تبقى هنا كده. تمام? الحاجات ده بس هي بتديك شكل جمالي لان انت عارف الصحرة دايما بيبقى فيها الشوك اللي هو بالشكل ده. او صبار او شجرة واي كان الحاجات اللي ليه علاقة بالصحرة يعني. تمام? المفروض ان الضوء جايلي من على الشمال. فانا هبدأ اعكس بس هنا علشان يبقى الاضاءة جايلي من على الشمال. اهو في اضاءة هنا بسيطة. لو انت اخد بالك يعني. وهبدأ اعمل شادو سريعا. هاخد من نفس اللير وهامسك اللير اللي تحت. سبت ايدك على الكنترول وهتبدأ تخلي الشادو من نحية اليمين. وابدأ خلي اللون اسود بالشكل ده. بعد كده فلتر هتبدأ تعمل عادي. اهو. وتبدأ بعد كده تجيب اداة هتعمل وتبدأ تسحب من اليمين للشمال كده علشان الشادو يبقى خفيف بالشكل. البسيط يعني مش هنزود حاجة. تمام? ممكن نفس الشوك ده. نبدأ نجيبه كده من على اليمين. طبعا هنخليه فوق خالص. وهنبدأ ناخد منه جزء صغير جدا. يعني مثلا اهو هكبره على سبيل المسال. وهبدأ اعمل فلتر. هعمله بلور. علشان برضو كأنه يعني هو بره الكدر. فهبدأ اعمل نفس الخطة بتاعت الكنترول ال. وهبدأ اغمأ فيها بالشكل ده. زي الفولو. ممكن نرجع نعملها بلور تاني. لانا حاسس انها محتاجة تعمل لها بلور اكتر او. مسلا بالشكل ده. وهنبدأ نخليها بره شوية. ده كلام حلو وفوق الحلوة بشويتين. طيب عايزين نعمل نور كده عشان يدي شكل جمالي ونعمل لمبة الستوب دي ننورها ونعمل شوية شغل. هنعملها ازا زي. خلينا اطلع فوق خالص وهبدأ اعمل وهبدأ اجيب البراش تول العادية جدا جدا اهو. وهبدأ اختار مسلا اللون العسل شويتين وهعمل تمام زود لي الفلو هنا مية في المية. وابدأ اصغر كده على اد الفنوس اهو تمام وبعد كده قرب خلي اللون هنا بدل العسل بقى يروح للابيض وصغر شوية ادي ابيض في النص وبعد كده هنبدأ ان نغير هنا مسلا للسكرين. وعلشان تاخد نفس الاضاءة تثبت ايدك على التو وتبدأ تسحبها بالشكل ده. المهم ان انت هتحاول تنور الفنوس اهو. واسحب علشان نخلي النور يبقى رايح للابيض شوية مش للاصف. كلام محترم. طبعا الفنوس التاني مخفي فمش هيبقى ظاهر اوي. طيب اعمل واحدة كمان كمان. وابدأ هات البراش تول. الدايرة بالشكل ده. ودي كليك ورده بالنفس القصة كده اهو. وبعد كده ارجع خلي اللون يكون ابيض ودي ابيض في النص. اهو بالشكل ده. وبعد كده هنغير مسلا بسكرين عادي جدا اهو. وبعد كده كليك يمين اختار الورب وابدأ اسحب من الشمال لليمين بالشكل ده. بص. ما تيجي تعمل هتلاقي ان بص الاضاءة عملت ازاي? يبقى الجزء ده لما تيجي تسحبه كده. اهو. وتجيبه كده على الفنوس هيديك شكل رايق قوي. اهو. اهو. هتبدأ تركبه كده بالشكل اللذيذ جدا ده. طبعا ممكن ايه? تسحب السيتوريشال الابيض لو انت عايز تخلي النور ابيض. تمام? ايه ده على الالت وابدأ اخد منها كوبي. وهتبدأ تخليها الناحية التانية على سبيل المثال بالشكل ده. تمام? زي الفل. طيب لما طل بالحمرة هنبدأ نعمل مرة كمان. وهنبدأ نخلي المربع هنا يكون احمر. اهو. وهبدأ ادي كده. وبعد كده هخليها تكون بالشكل ده. فبص كده. تمام? اعملي بقى تحت بتاعت العربية هنا كده بالزبط اهو. وهنبدأ ندي احمر بالشكل ده. وهنبدأ نوزعه كده. بالشكل ده مسلا. على الحمرة هنروح هتيجي عند المثلس اللي هو اللي تحت ده. هتدوس وانت وانت دايس على القلطة هدوس علي كليك شمال هيتقسم نصين. امسك الجزء اللي على اليمين هاته نحية اليمين. فبص كده. ده كده بتبدأ تدمج الاحمر مع الاسفلت بالشكل البسيط جدا ده. اوكي? هتلاقي الموضوع كده. لو زيادة عايز تقلله براحتك. ممكن تقلله. طيب ده كلام جميل جدا. احنا حد الوقت ما عملناش اي حاجة او حطينا اي رمز يديك احساس ان الموضوع اللي علاقة بالصيانة. فانا حبيت اعمل ايه بقى? حبيت قدي رمز بسيط اللي هو المفتاح. اهو. انت ممكن تحط حاجة تانية. يعني انت ممكن تحط حاجة ولكن انا ما حبيتش اعمل زحمة. فانت براحتك. يعني بس اعاكسي. المفتاح ده بالشكل ده. يعني على سبيل المسال يا ده واحد وهبدأ اعمل التاني كده من جنب منه صغير. وابتديت. وابتديت اتكبرهم جنب الكلام علشان يبقى ملحوظ قوي ان ده سيانة. انت بمجرد ما حطيت المفتاح ووش اي حد هيبص على الاعلان هيفهم ان ده سيانة. من غير بقى شغله وحركاته بتاع اللي انت عايزه برضو عمله. يعني انا في الاخر بديك افكار وانت براحتك في التنفيذ. تمام? طيب لما نجي نطلع فوق خالص ونبدأ نروح هنا عن وهبدأ اختار بالشكل ده وممكن نختار من هنا وبعد كده هنبدأ نختار دي اخر اختيار وهنبدأ نقلل هنا وبس دي. فابص كده. اهو لمسة خفيفة هتفرق معاك في مود او تون. طيب ممكن نشتغل شويتين اهو مثلا بالشكل ده. ممكن نبدأ نروح للناس اللي بتبدأ تسأل انا امتى استخدم الحاجات دي? الحاجات دي بقى هي اللي بتديك تمام? اللمسة الاخيرة للديزاين بتاعي. اهو بابدأ اغير الاصفر على سابير المسال. هابدأ اختار الاخضر اهو. هنا مصلا لون السماء اهو. هنا هابدأ اروح مسلا للازرق. يعني هو بميزة بقى ان انت بتبدأ تشتغل على لون لون وبيبدأ يعالج لك الالوان اللي مش مدموجة مع بعض بشكل كويس. الابيض هنا مسلا اهو. تمام? الرصاصي. ولكن طبعا حاول ما تزودش ايدك في الحاجات دي لان كل ما بتزودها بتبوز مش بتحلي. فلما تجي تبص كده على قبل وبعد بص. بص. يعني ما ستعا نمسك التلاتة دول نعملهم جروب. بص. 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 دي ميزة بقى الحاجات دي. طبعا احسس ان الاحمر هنا زاد شويتين. اللي هو ده هابدأ اقلل الاباسطي فيه شوية. اهو. هي لمسة بس ساعتديك شكل حلو برضو. تمام? وهنبدأ نخش على الكاميرا رو. ولكن قبل الكاميرا رو خلينا اقول لك ان الكرسة حاملة دلوقتي بقى متاح بخص مميز جدا. والعدد محدود حاول تلحق الخص ما سيبك مع الفيديو وتسويق اللي من دقيقة ونرجع مع بعض مرة تانية. فكرة انك تلاقي الكرسة واحد بيشمل اربع كرسات دي شبه مستحيلة تقريبا. ولكن ده انا حبيت اقدمه لك لان حابب اساعدك وكون معاك خطوة بخطوة. بص بيا سيدي كرسة حاملة بقى متاح دلوقتي تقدر تطلبه بخص مميز جدا جدا لعدد محدود. يعني يا تلحق يا ما تلحقش. اول كرسة هيكون السوشال ميدا اللي بنشرحها من الصفر لحد ما تكون فاهم جميع اساسيات وفنيات التصميم. وهنحل ابرز المشاكل اللي بتواجهك زي الاصل وتنسيق الاروان واختيار الفنتات المناسبة وتحميله الصور واي مشكلة ممكن تختار على بقى. ثانيا كرس المطبوعات واللي هتلاقي فيه جميع المطبوعات الورقية او اللوحات الاعلانية اللي ممكن تيجي على بقى. ثالثا كرس التسويق الزياتي واللي اعلمك فيه ازاي تجيب عملة وازاي تسور لنفسك وازاي تحدد اصحار تصماتك وحاجات تانية كتير جدا. رابعا واخيرا كرس المونتاج واللي هعلمك فيه ازاي تعمل المونتاج زي ما هو بيحصل قدامك دلوقتي والاطعاط والفواصل والتلوين وكل الكلام ده. والمفاجئة بان انك بتاخد شنطة خمسين جيجا ملحقات ملفات وفنتات وتصميمات مفتوحة وفيكتور وحاجات كتير جدا جدا. ده علشان يساعدك طبعا. طبعا انا ما قلت اشتريتين في المية من مميزات الكورس حرفيا. وده بسبب وقت الفيديو. ولكن لو حابب تعرف التفاصيل الكاملة هتلاقي رقم واتساب ظهر قدامك دلوقتي تقدر تواصل معي عليه او هتلاقي لينك تحت في الديسكريبشن. هتضغط عليه هيحولك اوتوماتيك هناك وهناك هبدأ اقولك على كل التفاصيل. يلا بينا نرجع على الشرح. فبس يا سيدي حاولت تلحق الخصم ده لانه مميز جدا جدا. طب خطوة الكاميرا روح هبدأ اعمل الت كنترول شفت اي. علشان ابدأ اعمل كده اشتغل بها الكاميرا رو. وهبدأ اشتغل بقى ايه? في الاضاءة وازبط كده ايه? اهو. زي ما قلت لك حاول ما تزودش ايديك. طبعا الكاميرا رو بتزبط كواليتي الصورة جدا. والوانها ودمجها وشغل ده. عشان في ناس بتيجي تبص على الدزاينات اللي على السوشال الميديا بيقعد يقول لك هو ازاي الناس بتاعت شغلهم عالية كده. ازاي اخلي الدزاينات بتاعتي كده. فالكاميرا روح هنا بتبدأ تزبط لك الموضوع ده. انت بس هتبقى فاهم خطوات ايه? تمام? ولو فهمت. خسام علم. كل حاجة هتبقى بسيطة بامري اللي يعني. تمام? تعال نعمل او كي. هتلاقيها لمسات. يعني انا بيحبش هزود لان لما بتزود بتبوز الدنيا مش بتحلي في امتنى. فبس يا سيدي هنا كنت وصلت معاك لاخر الدرس التالية من سلسلة هتصمم ببساطة. بعد او بتخلص الدزاينات بتاعك بتبدأ ترفعها على الجروب حرارة مصممين اللي هتسيب لك اللينك بتاعها في تحت وهتبدأ تحط هاشتاج هتصمم ببساطة او سلسلة هتصمم ببساطة. هتلاقي الهاشتاج تحت عشان تاخده الكوب بس تحطه في البوست. طب ده بيعمل ايه? ده بيخلي الديزاينات اللي هو انك ما تنتش نكتصال على النبي. وبس كده سيدي. اشوفك في الدرس الرابع. سلام.